رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمينة الدستورية أمام الرئيس السيسي والرئيس يمنح سلفه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مجبولي يؤكد أمام وزراء التنمية المحلية الأفارقة استعداداً مصر لنقل تجربة حياة كريمة إلى دول القارة للمرة التاسعة على التوالي التضخم يسجل مستوى قياسياً جديداً في منطقة اليورو الثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريميش نشعة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أدى المستشار عدلي عبدالفتاح زايد اليمينة الدستورية رئيساً لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس السيسي قد منح المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبدالفتاح جايد زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من واحد تسعة الفين اتنين وعشرين أقصروا لله العظيم أن أؤدي عمال وظيفتي بالزمة والصدق وأن أحترم الدستورة والطن تحت رعاية الرئيس السيسي انطلقت أعمال الدورة العادية الرابعة لللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومة المحلية والتنمية الحضرية وفي كلمة لرئيس مجلس الوزراء أكد مصطفى مدبولي أن تنمية المجتمعات المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات الأساسية في أفريقيا تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا كما أنه متطلب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية وحول التجربة المصرية في التنمية المحلية أكد مدبولي أن ملامح التجربة التنموية المصرية تخطط لصناعة نهضة تنموية غير مسبوقة قال مدبولي أن المصر على استعداد لتوفير كافة خبراتها لنقل تجربة حياة كريمة إلى الأشقاء بالدول الأفريقية وهنا يسعدني أن أعلن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة حياة كريمة إلى الأشقاء من دول القارة لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية وأؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الأفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية وحول تحديات تغير المناخ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستكون حريصة تماما على أن تطرح خلال أقيمة المناخ كوب 27 والتي ستصطيفها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية وبالإضافة إلى رؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وأكد مدبولي أن التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللا مركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات يكتسب أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخية ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللا مركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها على الرغم من أن مسئولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم أكد مفاوض الشؤون السياسية للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير بنكولي إيديوي الالتزام الكامل بالعمل على تطوير وسائل الإدارة بالمحليات ومنظمات العمل الشبابي والنسائي ومنظمات الأطفال أضاف مفاوض الشؤون السياسية أن هناك طريقا طويلا لتحقيق طموحات القارة بأجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدمة سعيد جدا بوجود في القاهرة واتحدث نيابة عن مفاوضية للتحاد الأفريقي بالتزامين الكامل مع العمل على تطوير وسائل الإدارة بالمحليات ومنظمات العمل الشبابي والنسائي ومنظمات الأطفال بالإضافة لتطوير حلول المركزية بذلك من أجل الوصول لأهدف التنمية المستدمة في القارة الأفريقية أممنا طريق طويل تحقيق طموحات القارة بأجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدمة ونحن في الاتحاد الأفريقي وضعنا الخطط والأهدف والأولويات التي تسهم في السلام والاستقرار والديمقراطية إلى جانب ربط إنجازة القارة الإفريقية سويا عن طريق نقل التجارب التنموية للشعوب من أجل الاستفادة منها قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم إن الدورة العادية الرابعة لللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي هدفها الأساسي خلال الفترة المقبلة هو تنمية المجتمعات المحلية وتعميق اللامركزية يتناولوا موضوعات في غاية الأهمية تتمثل في محاول رئيسة وهي قضية إدارة شأن الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية للدول القارة الأفريقية من خلال الجزء المتعلق باللامركزية وتعميق اللامركزية على مستوى الدول الأفريقية كذلك الأمر إدارة الشأن المتعلق بتحقيق الحوكمة لكل ملفات إدارة الحكم المحلي نيجي بعد كده القضية في غاية الأهمية ويتعظيم سلاسل القيمة من خلال تحقيق الأمن الغذائي المتكامل وعلى هامش أعمال الدورة العادية الرابعة لللجنة الفنية للاتحاد الأفريقية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض أياد مصرية ويحمل عنوان بكل فخر صنع في مصر وقام رئيس الوزراء بجولة في أرجاء المعرض تعرف خلالها على ما يضمه من منتجات مميزة تتضمن التحف والمنسوجات والحرف اليدوية ومنتجات التراث المصرية التي صنعت بأياد مصرية وخلال جولته أشهد رئيس الوزراء بجودة المعرضات مؤكدا دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف عمليات التصنيع كما شهد رئيس الوزراء جانبا آخر من المعرض باسم أياد إفريقية والذي يضم منتجات صنعت بأيدي أفريقية ماهرة وتضمنت مجغولات خشبية ونسيجية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن نهج الحكومة دوما هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين واستكمال خطط الدولة المختلفة وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك اتصالا يوميا مع محافظ البنك المركزي في إطار تنصيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة كما أشاد مدبولي بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها أمس لإقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم يعني ضعنا في تفاصيل الاجتماع الإسبوعي للحكومة وأبرز الملفات التي تم تناولها نعم الدكتور مصطف مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ اليوم جولة خاصة بدأها بابتتاح معرض أهل المدارس وهو المعرض الذي يعمل على التخفيف عن كاهل المواطن المصري بتوفير كافة الأدوات المدرسية قبل موسم المدارس المقبل بإذن الله هذا المعرض الذي يضم جميع الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات وملابس أيضا خاصة بالمدارس وشنة مدرسية وغيرها بدأت هذه الجولة صباحا ثم انتقل بعد ذلك الدكتور مصطف مدبولي للدورة الرابعة للنسخة الثامنة للاتحاد الأفريقي وهذه الدورة التي تعتمد في الأساس على التنمية الحضرية واللا مركزية الخاصة بالحكومات المحلية وكان له كلمة خاصة خلال هذه الدورة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث الدكتور مصطف مدبولي عن أهمية التنمية المستدامة في هذا المجال خصيصا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة أفريقيا عشرين تلاتة وستين وأيضا تفقد معرض أيدي أفريقيا بأيدين أفريقيا وهو أيضا الشبيه لأياد مصرية هذا المعرض للمنتجات التي صنعت خصيصا في أفريقيا وهي أيضا تعد جزء من التكامل المصري والأفريقي ثم بعد ذلك الآن في مجبس الأزراء وهو الاجتماع الأسبوعي وكما ذكرتم بالفعل هناك نقاش يومي واجتماع يومي مع القائم بأعمال المحافظ محافظ البنك المركزي فيما يتعلق به الحزم الاستثنائية التي أطلقها وجاري العمل عليها أيضا سواء الخاصة بالجمارك أو الإفراج الجمركي عن بعض المستلزمات المتواجدة بالفعل في الموانئة ولكن أيضا خلال الاجتماع كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وأيضا وزارة الاتصالات حول التقاضي الافتراضي وهي بالفعل هذه التجربة التي تعمل عليها مصر في ظل المظلة الرئيسية للتحول الرقمي والحوكمة أو هذه المظلة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة ومنذ شهر تقريبا كانت هناك تجربة مبدئية لهذا التقاضي الافتراضي كنوع من أنواع التجارب التي على أساسها تم إطلاق هذه المبادرة وهذا بروتوكول التعاون تم توقيعه اليوم أيضا بجانب كل هذا خلال الاجتماع تم تخصيص بعض القرارات الخاصة بالأراضي مثل بعض الأراضي الخاصة في بني سويف لوضع بعض المشاريع المختلفة في بني سويف وأيضا كما ذكرتم كان هناك نقاش بشكل عام حول الحزمة الستثنائية والإجراءات المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين بشكل عام سواء كانت عن طريق مبادرة حياة كريمة أو حتى عن طريق الاتفاقات المختلفة مع المنظمات الدعم الأهلي ومنظمات الأهلية التي دعمل أيضا بالتعاون مع الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين ربما هذه كانت النقاط الأهم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا من مقر مجلس الوزراء شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول لا تعاون بشأن التقاضي عن بعد في الدعاوة المدنية بين كل من وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل المكونات الأساسية للبروتوكول آلية التواصل مع المواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل بجانب منظومة التواصل المرئي فضلا عن ميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل بجانب إنشاء مراكز دعم للمواطنين هذا وقد أكد مدبولي أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ التكلفات الرئاسية وسعي الحكومة نحو تطوير منظومة التقاضي وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لمختلف جهات الدولة افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهل المدارس والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر وعلى هامش افتتاح المعرض أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم هذا وقد تجول رئيس الوزراء ومرافقوه في فاعليات المعرض وقاعاته المختلفة وأدار حوارا مع بعض العارضين مستفسرا عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية ونسبة الخصم على المعرضات يمتد المعرض اعتبارا من غد الخميس حتى العاشر من سبتمبر بمشاركة ما يقرب من مئتي عارض متنوع ويتضمن طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة وعقب الافتتاح قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المكون المحلي تزداد نسبته كل عام في المعارض وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي أكد رئيس الوزراء أن هناك مشاركة مكثفة للمنتجات المصرية بأسعار جيدة وجودة عالية أهم شيء الحقيقة أنا نلاحظه وده الأهم واللي إحنا بنشجعه كدولة هو إن كل سنة المكون المحلي والتصنيع المحلي بتزداد نسبته وده أهم شيء وهو ده الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية اللي موجهنا بيها في خلط رئيس عبد الفتاح السيسي تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة المحلية ويمكن كان دايما في زياراتي كان السنة اللي فاتت بعض المصانع كان ليا ملاحظات على الجودة أو جودة المنتج الحياة السنية دي لقيت طبعا في طفرة حقيقية في مستوى المنتج اللي طالع وده بيؤكد أن احنا كل ما بنعتمد على نفسنا أكتر وكل ما يبقى فيه تركيز على الجودة بتاعة المنتج بيطلع فعلا الإنتاج يدارع المنتجات العالمية أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصلت القوات المسلحة جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتي تمثل 22% من إجمالي مساحة مصر تمكنت القوات المسلحة من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية ما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التي تم إزالة تلك المخلفات منها والتي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من كافة المناطق التي تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 139 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 126 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 727 قضية من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 25 طن أقماح محلية استعرض وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 جهود مصر في مواجهة تغير المناخ واستعداداتها لاستضافة المؤتمر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها وزير الخارجية خلال اجتماع الوزراء المعنيين بتغير المناخ لدول مجموعة العشرين المنعقد في اندونيسيا أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنصق الوزري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أكدت على حرص مصر على دفع وطيرة العمل المناخي بإحراز التقدم في كافة مسارات التفاوض وذلك من خلال دفع المناقشات للخروج بتوصيات فعالة جاءت تصريحات وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين باندونيسيا ودعت وزيرة البيئة مجموعة العشرين لتحديث خططها لخفض الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها في تمويل المناخ معربة عن أملها في دعم النظام البيئي متعدد الأطراف والخروج ببيان قوي متكامل يوضح التزامات الدول ونتحول إلى الملف العراقي حيث بدأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعاوى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة كانت المحكمة قد أرجأت بالأمس النظر في الدعاوى بسبب حضر التجوال المفروض في البلاد وتعطيل عمل مؤسسات الدولة بسبب أحداث المنطقة الخضراء هذا من المقرر أن تعلن المحكمة موقفها من الدعاوى المقامة خلال أيام حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف في العراق على حل خلافاتها من خلال الحوار والمشاركة وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف لحل المأزق الحالي والسعي وراء السبل السلمية وليس العنف لحل مشاكل العراق مؤكدة التزام واشنطن بعراق قوي ومستقر وأن الشراكة الاستراتيجية مع مقداد تخدم كل الشعبين العراقي والأمريكي دعت الصين كافة الأطراف في ليبيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتها من خلال المفاوضات وبدل قصار جهدها لتجنب جميع أشكال العنف قال المبعوث الصيني في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا إن بكين تشعر بقلق عميق إذا الاشتباكات الأخيرة في العاصمة تارابلوس وأوضح المبعوث الصيني أنه يتعين على المجتمع الدولي لالتزام بعملية يقودها الليبيون وبتقديم مساعدة بناء للبلاد وتجنب فرض حل من الخارج داعيا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى العمل بنشاط على تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية من جانبها دعت فرنسا الأطراف الليبية إلى وضع اللمسات النهائية على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات دون إبطاء جذلك في كلمة ألقتها مندوبة فرنسا الدائمة بمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا وطالبت المندوبة الفرنسية بإجراء حوار بين الأطراف الأمنية الأساسية والمضي قدما في عملية تنفيذ خطة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا أكدت تايوان أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وشن هجوم مضاد إذا دخلت القوات الصينية أراضيها أوضح مسؤولون في وزارة الدفاع التايواني أن الدوريات العسكرية الصينية قرب تايوان متواصلة وأن نية بكين جعل مضيق تايوان بحرا داخليا تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة مشددا على أن الجيش سيرد على خرق مجاله الجوي والبحري وسيشن هجوما مضادا دون استثناء قالت صحيفة بولاتيكو الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونغرس بالمؤفقة على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لتايوان وتعتزم تايوان شراء العديد من صواريخ M142 همارس من الولايات المتحدة إلى جانب الأسلحة التي تضمنتها تلك الصفقة صين والولايات المتحدة هو أمر مستبعد تماما على المدى البعيد أو القريب إلا أنه بحسب المراقبين ما زالت واشنطن مستمرة في تأجيج الصراع بين بكين وطايبي صحيفة بولاتيكو أفادت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة واحد وواحد من عشر مليار دولار إلى تايوان ورقحت بولاتيكو أن يوافق المشرعون على الصفقة لكنها توقعت أن تستغرق العملية وقتا طويلا نظرا لإجازة الكونغرس إلا أنه لا مفر من تصدير ما يقدر بعشرة مليارات دولار أسلحة إلى تايوان وبحسب الصحيفة تتضمن الحزمة الجديدة التي لا تزال في مرحلتها الأولى ستين صاروخ هاربون بلوكتو بقيمة سلاسمائة وخمسة وخمسين مليون دولار ومئة صاروخ تيكتيكي جو جو بقيمة تصل إلى ستة وثمانين مليون دولار صفقة هامة سوف تحدث انتعاشة كبيرة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني أزمة حادة إلى جانب رغبتها الأكيدة في عرقلة الحلم الصيني الذي تستهدف بكين أن تحققه بحلول عام 1949 مع الزكرى المأوية لتأسيس جمهورية الصين والمتمثل في إنجاز دولة قوية تقود النظام الدولي بدلا من الولايات المتحدة التي ترغب في عرقلتها بدون تورط عسكري غير محسوبة عواقبه عالميا إضافة إلى التدخل الكبير بين الاقتصادين الأمريكي والصيني والاستثمارات المتبادلة الضخمة بين البلدين والتي تتجاوز نحو 20 مليار دولار الصين أيضا لا ترغب في حسم هذه الأزمة باستخدام الأداة العسكرية فبكين ترى تايوان جزءا من أراضيها واقتصادها القوي يصب في صالح الاقتصاد الصيني ككل وبالتالي فإن استخدام الأسلحة العسكرية هو تدمير لأراضي صينية كما أن نسبة كبيرة من الشعب في تايوان تؤيد العودة إلى الصين بحسب رؤية بكين وبالتالي فإن الحكومة الصينية تراهن كعادتها على عامل الزمن وتغير الرغبات والمفاهيم والزيادة رغبة تايوانيين في العودة إلى حضن الدولة الأم اشترطت الصين على الولايات المتحدة أن تبدد الأثر السلبي الذي خلفته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر وذلك قبل استناف محادثات المناخ بين البلدين كان المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ جون كاري قد حث الرئيس الصيني تشي جيم بينغ على استئناف المناقشات قائلا إن تعليق المحادثات الثنائية بشأن المناخ يعاقب العالم بأسره وأنه يأمل أن يتمكن البلدان من الحوار من جديد قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في نوفمبر في شرم الشيخ أعرب رئيس الأوكراني فلاديمير زيلناسكي عن انتنانه للدعم الأمريكي لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية وقال زيلناسكي خلال لقائه بأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكيين قال إن دعم الجمهوريين والديمقراطيين لكييف له قيمة كبيرة بالنسبة للشعب الأوكراني وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية لبدء مهمتها هناك كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي قد أعرب عن أمله في تشكيل بعثة دائمة في المحطة مشيرا إلى أن خطوة زيادة وفد الوكالة لزابوريجيا هذه الزيارة ستأتي بعد جهود استمرت لأشهر عدة وأكد جروسي إلى أنه سيمضي هناك بعض الأيام متفقدا المحطة النووية وأوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس البعث التي توجهت لمحطة زابوريجيا النووية رافيال جروسي أن لديهم عملا في غاية الأهمية وهو تقييم الوضع الحقيقي لمحطة زابوريجيا للمساعدة في استقرار الوضع وأضاف خلال زيرته كييف أن هذا يتطلب ضمانات صريحة من موسكو وكييف بعدم المساس بأمن المحطة لافتا إلى أنهما تمكن من ذلك وسوف تقوم الوكالة بتقديم تقريرها بعد استكمال هذا العمل لدينا عمل في غاية الأهمية يجب القيام به لتقييم الوضع الحقيقي في محطة زابوريجيا للمساعدة في استقرار الوضع قدر المستطاع هذه العمليات معقدة للغاية وهذا يتطلب ضمانات صريحة ليس فقط من روسيا ولكن أيضا من أوكرانيا وقد تمكننا من ذلك وسوف نقدم تقريرنا بعد استكمال هذه المهمة إلى ذلك قدمت موسكو أدلة جديدة لمجلس الأمن بشأن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا كانت موسكو قد اتهمت كياف بشأن قصف في محيط محطة زابوريجيا النووية قبل وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة لتفقدها قالت موسكو إن النسبة الإشعاع في المحطة طبيعية وإنه لم تقع أي إصابات جراء القصف الأوكراني في هذه الأثناء قالت الخارجية الروسية إن زيارة فريق الوكالة الدولية سيكشف حقيقة الاستفزازات الأوكرانية موسيقى أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بقصف مدينة تقع بقربها محطة زابوريجيا نووية يأتي ذلك في حين ينتظر وصول فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع وقال مسؤول إدارة تانيكوبول عبر تليجرام إن الجيش الروسي يقصف إنيرجودار وأن الوضع خطر بسبب هذه الاستفزازات قالت وزارة الدفاع الروسية إن محاولات كييف لشن هجوم مضاد على خار كييف وميكولايف ومناطق أخرى جنوبي أوكرانيا ومحيطها قد باءت بالفشل وأضف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشنكوف أن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة نتيجة لهزيمة الهجوم العسكري الأوكراني في ميكولايف ريفي ومناطق أخرى أعلن الجيش الأوكراني أن الهجوم الأوكراني الكبير على القوات الروسية في جنوب البلاد حقق بعض النجاحات قال رئيس الإدارة العسكرية وسط أوكرانيا إنه واثق من تحرير أوكرانيا بأكملها وفي سياق متصل أعلنت السلطات في دونعاس في شرق أوكرانيا مقتل مدنيين جراء قسف استهدف أحياء سكنية وبلدات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال يومين من هجومها المضاد في خرسون قد تجوزت 1700 فرد و150 قطعة من المعدات العسكرية وقال المتحدة باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قال إن محاولة الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي لاستئناف العمليات الهجومية على عدة محاور باءت بالفشل وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تضطرت للانسحاب من عدة قرى سبق وأن دخلتها وأنه تم إرسال 12 دبابة استلمتها أوكرانيا من بولندا عبر نهر إنجوليتس وذلك لفك الحصار عن الوحدات الأوكرانية هناك لكن جزء منها دمر بنيران الروسية هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات المدرعة الأوكرانية واصلت الهجوم على مجموعات القوات الروسية على عدة محاور في أنحاء جنوب أوكرانيا قالت الدفاع البريطاني إن تشكيلات الأوكرانية قد دفعت القوات الروسية للتراجع في بعض المناطق مستغلة ضعف الدفاعات الروسية نسبيا ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمار زلناسكي أن قوات بلاده قد هاجمت تم واقع روسية على طول جبهة القتال بالكامل في وقت أوقفت فيه موسكو إمدادات الغاز عبر خط أنبيب رئيسي إلى ألمانيا مرجعة السبب إلى الحاجة للصيامة موسيقى بذلك يبدوه في مقابل في مقابل المثالي في مقابل المثالي هذا مقابل المثالي وحقوقون يمكنه فقط لديه مقابل المثال مقابل المثالي دعو وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس تأتي مطالبات كوليبا خلال انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الشيكية براغ حيث يشهد الاجتماع معارضة من بعض الدول على رأسهم فرنسا وألمانيا وبلجيكا على قضية حظر التأشيرات على المواطنين الروس واعتبروا أن القرار يعتبر معاقبة للشعب الروسي الذي ربما يكون بحاجة إلى دخول أوروبا لأغراض إنسانية كان الاتحاد الأوروبي قد شدد بالفعل قيود التأشيرات على المسؤولين ورجال الأعمال الروس في مايو بموجب اتفاق عام 2007 لتسهيل السفر بين روسيا وأوروبا أعلنت مجموعة جاز بروم الروسية العملاقة وقف امدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط نوردستريم كانت مجموعة جاز بروم قد أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام والناجم عن أعمال في محطة ضغط في روسيا لخط الأنابيب والذي يربط مباشرة حقول الغاز في سايبيريا بشمال ألمانيا ويتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى وقف جديد للغاز الروسي يضيق الخناق على الطاقة في أوروبا مع تحزيرات من أن الأزمة ستستمر لأكثر من شتاء حيث أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنبيب رئيسي إلى أوروبا مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة ووفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة جاز بروم فإن انقطاع تدفقات عبر نوردستريم وان يأتي من أجل الصيانة حتى الثالث من سبتمبر المقبل أما بالنسبة إلى بولغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا فقد قطعت روسيا الإمدادات عنها تماما جراء عدم دفعها للغاز مقابل الروبيل الروسي وقلست التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع اتهام الاتحاد الأوروبي لروسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب تخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بينما تنفي موسكو ذلك الاتهام ومع زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية تتصاعد المخاوف من تفاقم أزمة للطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع في أسعار بعي الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ أغسطس من العام الماضي مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأكبرت الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء عن الأوروبيين سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في أغسطس بنسبة 9.1% وأوضحت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية لارتفاع التضخم في أوروبا ويعتبر هذا المعدل هو الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021 كما بلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوي في شهر يوليو للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جابالا الخبير الاقتصادي دكتور وليد بعد التحية قراءتك للارتفاع القياسي في نسبة التضخم بمنطقة اليورو ودلالة هذه النسبة الواقع أن التضخم الذي يتم في منطقة اليورو هو تضخم متوقع ومنطقي ومقصود ويمكن أن نطلق عليها أنه تضخم مصطنع فالعقوبات الأوروبية التي تم تقريرها على روسيا كان من الطبيعي ومن المتوقع أنها ستحدث ذلك التضخم ففكرة الاستغناء عن الغاز الروسي وفرض عقوبات كبيرة الأمر يتجاوز الغاز فهناك تشابكات اقتصادية كبيرة جدا ما بين أوروبا وروسيا المواد الخام في الكثير من المصنع الروسية يتم استرادها من روسيا أوروبا كانت تعلم جيدا وهي تقرر العقوبات أن تلك العقوبات ستضر روسيا كما أنها ستضر أوروبا ولكن هي القضية فكرة من سيكون أكثر صمودا فمن سيصمد هو الذي سينتصر بالتالي يمكن أن نطبق هذه القاعدة على كاف الدول العالم الاقتصاد العالمي يواجه أزمة كبيرة متعلقة بتضخم له أسباب كثيرة أسباب متعلقة بتدعيات كورونا التي لا زالت تؤثر في الاقتصاد العالمي والتي من أهمها ارتفاع تكلفة النقل والمشاكل في سلسل الإمداد مشاكل متعلقة بالعقوبات التي تم تقريرها على روسيا وخلقت حالة من التضخم الكبير مشاكل أخرى متعلقة بتكلفة التحول الأخضر وتكلفة إنتاج الطاقة البديلة كل هذه المتغيرات السريعة المتلاحقة كانت معلومة ولكن هي القضية هي أن بعض الدول تحاول إلقاء قرة اللهب على الأخرى بعض المناطق تحاول إلقاء قرة اللهب على الأخرى الأكثر صمودا هو الذي سينتصر والجميع يقوم بخطط محلية وإقليمية في محاولة امتصاص تلك الصدمة في ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور وليد ما هي أبرز الإجراءات العجيلة من وجهة نظرك التي ستفرد نفسها على القرار الأوروبي خلال الفترة القادمة لكبح جماع هذا التضخم الحقيقة بدأ من الجانب الأوروبي أنه لا يريد أن يتراجع في هذا الملف من ناحية روسيا ولكنه يبحث عن بدائل في الغاز يبحث عن بدائل هناك أفكار متعلقة بخط غاز يربط ما بين غاز شرق المتوسط وأوروبا عن طريق إيطاليا أو عن طريق تركيا هناك مشروعات للغاز للهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا هناك خط الترشيد للطاقة في أوروبا ولكن هي العضية أن كل المخططات تحتاج إلى وقت أصعب مرحلة في مراحل الأزمة هي الشتاء القادم الشتاء القادم بالنسبة لأوروبا سيكون صعب جدا فرغم خطة الترشيد ورغم خطة خلق البدائل إلا أنه سيكون شتاء صعبا سواء في مجال تدفئة المنازل أو في مجال توفير الطاقة للمصانع ولكن إذا استمر الأمر للشتاء ما بعد القادم أتصور في أن الحلول التي تعمل عليها أوروبا ستكون بدأت تؤتي في مراحل إيجابية أشكرك جزير الشكر دكتور وليد جابالا الخبير لاقتصادي شكرا جزيلا على هذه المشاركة اعتبر المستشار الألماني أولف شولتس أن روسيا تحاول التأثير على قرارات أوروبا من خلال خفضها واردات الغاز أضف شولتس أن بلاده ستركز على أن تبقى أسعار الغاز في مستويات معقولة لخفض التكاليف على المستهلكين الأوروبيين أكد المستشار الألماني ضرورة الحفاظ على الوحدة الأوروبية في ظل ازياد التعقيدات في العالم وصل التضخم في سريلانكا إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في أغسطس الماضي وقالت هيئة الإحصاء السريلانكية في بيان لها أن أسعار المستهلك في العاصمة كولومبو ارتفعت بنسبة 64.3% مقارنة بالعام السابق وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل لما يقرب من 150% بينما ارتفعت أسعار الغذاء لأكثر من 93% أجرت قوة المشتركة من القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية شملت التدريبات سلاح المدفعية والدبابات وأسلحة أخرى في الوقت الذي تكثف فيه الحليفتان مناورتهم العسكرية وترى واشنطن والسول أن التدريبات هي جزء رئيسي من جهودها لردع بيونج يانج وترسانتها النووية المتنامية لكن كوريا الشمالية تصفها بأنها استعداد للحرب تبدأ روسيا غدا التدريبات العسكرية المشتركة الشرق 2022 ستجرى التدريبات العسكرية التي تستمر أسبوعا في أقصى شرق روسيا وذلك بمشاركة عدد من الدول على رأسها الهند والصين أوضحت الدفاع الروسي أن وحدات من قواتها المحمولة جوا وقاذفات بعيدة المدى وطائرات شحن عسكرية ستشارك في هذه التدريبات مضيفة أن البحرية الروسية والصينية ستجريان في بحر اليابان تدريبا في إطار المناورات بهدف حماية الاتصالات البحرية ومجالات نشاط الاقتصادي البحرية ودعم القوات البرية في المناطق الساحلية كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أن التدريبات ليست موجهة ضد أي تحالف أو ضد أي دولة أعلنت وكالة رويترز نقلا عن الحكومة الإثيوبية أن القتال مع قوات تجريهي يمتد للحدود مع السودان وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أن غارة جوية استهدفت موقعا بمدينة ميكيلي عاصمة إقليم تجريهي شمال إثيوبيا وقال المتحدث باسم جبهة التحرير أنه لا توجد أهداف عسكرية في الموقع المستهدف أعلنت وزارة العدل الأمريكي أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادية عندما حاول استعادتها من عقار لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا قدم لدعاء أدلته على عرقلة سير العدلة متهما مساعدين لترامب عالنا وللمرة الأولى بأنهما أكد زورا إعادة الرئيس السابق لجميع السجلات الحكومية التي خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض كما كشفت وزارة العدل أن محامي ترامب قد منعوا موظفين حكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارلاجو في بولم بيتش في يونيو للسعادة السجلات وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على اعتماد السعر الاسترشادي للقمحة بحيث يكون سعر الأردب ألف جنيه للموسم المقبل توردات عام 2023 وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية تم ملاحظة في الأونة الأخيرة لظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين السعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور على أن يكون الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد عن 12 جنيها والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها تطوير منطقة سور مجرى العيون مشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية ولإعادتها لمكانتها الحضارية المشروع الذي يقام على مساحة 95 فدانا يقدم 79 عمارة سكنية على التراز الإسلامية لتقدم الدولة سكنا يليق بالمصريين ويتصق مع المكانة التاريخية للمنطقة المزيد حول هذا المشروع يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلاً وصهلاً بكم وبكل السادة المشاهدين أرحب بكم من منطقة سور مجرى العيون هذا الحلم الذي تحول لواقع حقيقي نعيشه ونراه بأعيننا الكل يعلم ما كانت عليه هذه المنطقة من قبل المشهورة بمنطقة المدابغ ودها كانت من المناطق العشوائية غير الآمنة لكن الإرادة السياسية القوية وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على جميع المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة وتوفير سكن يليق بكل المصريين هذه الأمور أعادت هذه المنطقة لمكانتها الحضارية والتاريخية مرة أخرى وهذا كانت توجه من الدولة بتطوير كل المناطق التاريخية لتكون مناطق جذب سياحي لمصر وأيضا توفير سكن يليق بكل المصريين هذا المشروع الضخب العملاق الذي حول المنطقة بشكل كامل مبني على الطراز الإسلامية الفريد من نوعه لإعادة المكانة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة نتواجد بهذا المشروع لنتابع سير العمل فيه هذا المشروع الذي ينقسم إلى جزئين همين الجزء الأول وهو الجزء الخاص بالوحدات السكنية المشروع بشكل عام يتم على مساحة 95 فدانا أما إذا تحدثنا عن المشروع أو الجزء السكني فنتحدث عن 79 عمارة سكنية بواقع 1924 وحدة سكنية الوحدة السكنية ستكون على مساحة 150 مترا مربعا وقبل البدء بالطبع في هذه الوحدات السكنية تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتوصيل أيضا الغاز لهذه الوحدات السكنية وأيضا تمهيد الطرق يعني شبكة من الطرق والمواصلات تتم في هذه المنطقة ومن حولها أيضا هناك شبكة الطرق يتم العمل عليها ليتم إعادة هذه المنطقة لمكانتها التاريخية والحضارية مرة أخرى نسب التنفيذ بمعدلات هنا كبيرة جدا تم الانتهاء من عدد كبير من العمارات ومن الوحدات السكنية ويتم الآن على الانتهاء من المتبقي من هذه الوحدات السكنية شكرا لك محمود على كل هذه التفاصيل حول تطوير منطقة سور بجرة العيون تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس السيسي بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية حيث تهدف الجولة للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتم وتذليل جميع العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتضمنت الجولات عرضا تفصيليا للمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة إلى هنا نصل لنهاية نشرة الثالثة بقي نذكركم بأبرز عنوينها رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس السيسي ورئيس يمنح سلفه وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى مدبولي يؤكد أمام وزراء التنمية المحلية الأفارقة استعداد نصر لنقل تجربة حياة كريمة إلى دول القارة للمرة التاسعة على توالي التضخم يسجل مستوى قياسيا جديدا في منطقة اليورو وصلنا إلى ختاب من أشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين إلى لقاء موسيقى